السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة مقابلة مانشستر سيتي ضد ويست هام لمشاركش فيها سعيد بالرحمة لدواعي تنظيمية بسبب انه ليس مؤهل من قبل الرابطة الانجليزية لكرة القدم قلنا ما عليش من بعدها المقابلة لليفر بول ضد ليفر بول ادخل في الثلاث دقائق الاخيرة قلنا مزال ما تاقلمش ما عليش المقابلة لمن بعد مع من مع فولهام ادخل في الشوط الثاني في العشر دقائق او ربع ساعة الاخيرة اعطى اسيست هدف مقابلة لمن بعد ضد اسطن فيلا العب نوعا ما اعطاه نقوله شوط ثاني اعطاه اسيست لهدف بعد ما كانه تعادل من بعد هالمقابلة اللي بالامس ضده نادي مشستر نايتد ساعد بالرحمة احتياطي ساعد بالرحمة احتياطي هل يعني بعد ما خرجنا من دوامة ومسلسل طويل مكسيكي طويل انتاع بيب جورديولا مع رياض محرز هل يعني راحين احنا كجزائريين ما صيرنا دايما يعني نشوفه في نفس المسلسل المكسيكي تراجيدي انتاع ساعد بالرحمة ومدربه دافيد مويس يعني جزائريين هدو ما واللاعبين المنتخب الواطني دايما عندهم مسلسلات مسلسلات والاده والامر لو صراحة هذا ساعد بالرحمة هذا اللاعب يراوي دار ضجة في انجلترا خاصة في نادي برينتفورد ما يستهلش هذا الكلام احنا ما نتكلموش اليه ونتقبلو امر الواقع المدرب ادرا بالشؤون فارقه لكن اللاعب هذا فنان اللاعب هذا ادخلط الاضافة كنت متعادل مع فلهاب اعطاك اسيست الفوز زاد مع اسيست اخر مع اسمون فيلا اللي كنت متعادل وكنت قريب من الخسارة ما تلعبوش مقابلة بالامس كما ماشيست رو نايتب ما تلعبوش انا ما فهمتش انصار والسهام ساخطين على دافيد امويس والادارة انتهاء يعني كيف كيف اللاعب هذا يجبتوه في الصيف هذا فلها فالمركاته نقولوا الصيف اللي تطول شوية اللي دار ضج كبير عليها او سنية او راح شاوراح شاوراح واسهم او راح شاوراح الويستون فيلا هاو ما راح شاوراح الشيفيلد هاو ما راح شاوراح اه بيلسا يحبو معا عندو في شيفيلد اه في واسمها في ليدز هاو ما راح ش ومبعد ها سنية معا واسهم وباعارة اعارة مع حقية الشيرة ها ما راح شاوراح شاوراح ما راح شاوراح شاوراح ما راح شاوراح شاوراح احناك يحبو نادرو ونتكلمو من الواقع وبحقائق ورياضية اللاعب هذا خسرين دراهم عليه وكون يصلح الهم راح يسني معهم عقد طويل يعني بصفة دائمة يعني ما هوش اعارة فقط هاو نعدوا انت مصخروا هاو شوفوا السيبورتير قلهم واحد من المناصرين تعوى السهم اللي كتبوا وعلقوا في التويتر قلهم حتمية اذا لعبنا اذا لعب دخلنا يعني من البداية لعبنا ودخلنا سعيد بالرحمة كنا راح ينفوزوا هاو ما انجليزيين ما عندنش العاطفة والقلب وقالي وقتلك هاذا ميزا انجلي قلهم لعبنا في البداية بسعيد بالرحمة كنا نفوزوا كاين حتى اللي تهكم نروحوا الابعد من هذاك من هذاك الشي كاين من بعض انصار تاع واسهم من تهكم يعني درجة الصخرية منوصلت شوف قلهم لما يبدأ سعيد بالرحمة يلعب فورنال هذاك اللعب فورنال اللعب واسهم قلهم ما يكملش حتى العشاء انتاعو دينر العشاء انتاعو ما يكملوش واحد انصار واسهم تسأل متى يلعب اساس يشوفو اساس يسعيد بالرحمة هاو في انجليز هذو ما ما هومش جزيريين هذو ما كون جو جزيريين ينقولوا عاطفة هذو نيس انجليزيين هذو ما عندمش العاطفة وما عندمش خموا بالعقل انتاعب قللك انا متى هذو سعيد بالرحمة سؤال مطروح اله سعيد بالرحمة ملعبش اساسي هذو ما الانجليز ما قلتاش انا انا كي نهدرها جزيري بدفع لعود البلادي وشوفين هي ووو العاطفة وووو صح هذا هو انجليزي اله من المتى ما نشوفوش سعيد بالرحمة والاضهة والامر هذا فرنال اللي بالامس لما ظهرت تشكيلة حرت هذا فرنال لعب عشر مقابلات اساسية قدمت بالرحمة لعب يربي تقولوا مكملين ما نسموش ترواماش نقولوا دو ماتش دو اسيست ولو ما دو ماش تلعبهم ما هوش اساسي بالرحمة لعب احتياطي لعب احتياطي قدم زوز اسيست بالامس ادخل حرك اللعبة حركها ادخل ضده ماشي سورو نايتد باش ما يقولوش كاي اللي يقول لك فريق ضاعف وما ضاعف فانشي سورو نايتد ادخل حرك اللعبة كانت عنده فرص حاول في دقائق الاخيرة هنا شي ما فهمتوش هذا دافيد امويس اسكو حبي يعود السيناريو تاع غورديولا ولا لا احنا بدنا يعني نصحاو ونتهنو من المشكلة بدنا نتهنو من مشكلة تاع غورديولا مع المحرز رح ترجع لنا سيناريو جديد وتأليف نادي والسهام والاخراج ادارة والسهام وبطل بطولة بقيادة دافيد امويس فيلم جديد فيلم جديد فيلم من اخراج تاعو الادارة ولا البطل اللي فيلم البطل اللي انتاع الفيلم ولا عرفوا المسلسل مش فيلم مسلسل مسلسل بطولة انتاع المسلسل البطل اللي انتاع المسلسل دافيد امويس بعد ما كان غورديولا مع رياض بحرز يماشي سر سيتي شي لا يصدق من اما فهمش عندك لاعب لي ينقذك عندك لاعب لي يصنع الفارق عندك لاعب لي يساعدك نديره احتياطي لا 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 ما فهمش دافيد مويز هذا وش يحب يوصل ونحب يوصل انصار ويسهام رافضها انه سعيد بالراحمة يبقى احتياطي خيرلي اعطيه فرصة اعطيه فرصة اعطيه مقابلة زوج وقليل اعطيه على الاقل مقابلة تينس يجربه في دوماش لعبه اسسي وشوف يقدر يعطيك الاضافة ولا احكم عليه بتلاعبته غير على 4 ساعة وماش مش عم بيلي 20 دقيقة ولا 43 دقيقة 30 دقيقة اعطاك اعطاك دو اسس وش هيزيد انقذك اعطيه حاول تعطيه لعب هذا موهوب لعب هذا جاي صحيح انه من شمبيونشيب بصح الشمبيونشيب عندهم اللياقة البدنية عالية عندهم اندفاع بدني قوي عندهم السرعة تنقصهم صح الفنيات والتاكتيك نوعا ما ناقص مش كما البريمير ليج لكن عندهم القوة بدنية عندهم السرعة يعني اللعب هذا جاهز بدنيا تبقى البلانسمون تاعه في ارضية الميدان وهذه خدمة المدرب هذا شي ما فرغ منه نادي مثل برندفورد في الامكانيات ما عندوش امكانيات كما واسحاب ولا كما ماشيسور نايتد ولا كما ماسيتي ولا كما ليفربول تختلف الامكانيات لاعبين انا شدت بالامس صراحة لاعبين في واسحاب لاعبين عاديين ما يطلبوش هذه الضجة الكبيرة يلعب بالرحمة بالسيجار قدامهم بالسيجار احتياطي كورت قدم هذه تعيي تفهمها راح لنا جورديولا جانا دافيد المويس للأسف نتمنى التوفيق لعبنا الدولي الجزائري صعيد بالرحمة في قادم المقابلات وان شاء الله نشوفوه دايما اساسي في الاخير متقنة مع مزل من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته